دعت لجنة المتابعة العليا إلى إعادة فتح استاد الدوحة في سخنين وإلغاء القرار الحكومي بإقفاله جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إغلاق ملعب الدوحة في سخنين بعدما ألغت ترخيصه بحجة دخول مشجعين أكثر من المسموح به وقالت المتابعة إن إغلاق الملعب خطوة سياسية امتقامية وتعسفية وغير مبررة ضد فريق اتحاد أبناء سخنين وضد الجماهير العربية وكانت الشرطة قد أطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المططي على جمهور فريق اتحاد أبناء سخنين الذي كان يحتفل بالفوز بعد انتهاء مباراة الفريق أمام فريق بيتار يارو شلايم العنصري ما أدى إلى تسجيل إصابات واعتقالات ودانت اللجنة اعتداء الشرطة على جمهور الفريق السخنيني بشكل خطير من خلال الاعتقالات واستعمال الرصاص المططي والغاز المسيل للدموع الأمر الذي من غير الممكن أن تقوم به الشرطة في تجمع سكاني يهودي تحت أي ظرف